وَلَا مَعْبُودَ سِوَا يَا أَمَّا إِنِّي نَادَيْتُكَ وَسَعَيْتُكَ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الحاجزول لمقاعدهم في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا نتحدث عن إحجز مقعدك لقد تحدثنا عن ميدان الحجز فقلنا أن الوقت هو ميدان الحج وتحدثنا عن مبطئات الحج فقلنا أن الذي يبطئ الحج هو التسويف المماطلة أن الإنسان يعيش بسا سأفعل ويعيش بسوف سوف أفعل ولا يفعل وتحدثنا كذلك عن أداة الحج فقلنا أداة الحج هي القلب وتحدثنا عن القلب المؤهل للحج وذكرنا أربع مؤهلات وأظن أنكم لازلتم تذكرونها على القلب أن يكون حرا طليقا أن لا تأسره الشهوات وعلى القلب أن يكون يقظا فيجيلا لأن الإنسان معرض للفتن والابتلاءات وعلى القلب أن يكون عدوا للغفلة وعلى القلب كذلك أن يكون دائب العمل وذكرنا شيء يسمى شخصية الحاجز الحاجز لابد أن تتوفر فيه صفات وذكرناها أكررها باختصار شديد أن يكون من أصحاب اليقين وأن يكون كذلك من الناس الذين عندهم المثابرة يثابرون ينهون أقوى مما يبدأون وكذلك الشخص الذي يحجز مقعده في الجنة يحتاج إلى الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ويحتاج كذلك أن يكون ثائرا يثأر لنفسه على نفسه الإنسان مثلا واحد يدير معصية يثأر للمعصية هذه مثلا الإنسان يفرط في فريضة يثأر لهذه الفريضة هذا ما ذكرناه في شخصية الحاجز اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ولمجموعة من الحصص إذا أطل الله في عمرنا سأتحدث عن محطات الحجز الإنسان وهو يسعى إلى أن يحجز حتى في الدنيا الواحد يحب يريزيرف يقوله مثلا حب يسافر يروح المكان إنسان حب يحجز مكان في فندق حب يحجز مكان في نشاط ما يذكر نفسه تلقى الواحد يروح للمفكرة تعالى جوندا تعالى يكتب الحجز يبقى الواحد دايما يتذكر هناك محطات هذه المحطات سيدة ستاسيون محطات أنا ما دا بي الرسالة توصل أنا نتكلم بالدرجة ونتكلم بالفصحة ونتكلم باللاتينية ولو كان نعرف لغات أخرى صدقوني بالله نتكلم بها لأن المسألة تكمن في أن الرسالة لازم توصل ما كان حتى فايدة أننا نتكلمه المرسل في واد والمرسل إليه في واد والرسالة بينهما فإن شاء الله أنا نتمنى أن الرسالة توصل كين محطات سيدة ستاسيون وإن الإنسان يتفكر بي لازم نحجز المحطة الأولى هي ذكر الموت شوف كل ما تذكر الموت تتفكر بي لازم نحجز لأن الموت انتقال من الحياة الدنيا إلى الآخرة الوسيلة التي ننتقل بها من الحياة الدنيا إلى الآخرة الموت والإنسان هذا اللي ما يذكرش الموت يغفل على عملية الحجز ويضن بلي الحياة اللي مستمرة وخالدة وطول الأمل إلى آخره فمدى به الواحد يكثر من ذكر الموت أحد الصحابة مات في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلوا الصحابة معناها يهضروا عليه بالخير قالوا كان يدير هكذا ويتكلموا على العبادة التاع وكان يصلي وكان يقوم الليل وكان كاذاوية ويثنون عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم سألهم بعد ما سمحهم قاع الكلام هذا سألهم قال صاحبكم هذا هل كان يكثر من ذكر الموت قالوا لا قال صاحبكم هذا هل كان يدعو كثيرا مما يشتهي معناها مش كل حاجة يحبها يروح يديرها قالوا له لا لم يكن يدعو كثيرا مما يشتهي فقال إن صاحبكم بعيد كثيرا عما أنتم تذهبون إليه النبي صلى الله عليه وسلم ما سقساش هل كان يكثر من الصلاة هل كان يكثر من الصيام هل كان يكثر من الزكاة هل كان يكثر من كذا مع أن هذه كلها أفعال لازم تكون في المومن لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكان صاحبكم يكثر من ذكر الموت مدى ما كاش يكثر من ذكر الموت فصاحبكم هذا بعيد كثيرا عما كنتم تذهبون إليه مدحتوه وصفتوه ودرتوه بصحة ما كاش يكثر من ذكر الموت فلأهمية ذكر الموت النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول كنت عاشرة عاشرة يعني كنت أنا لديزيان كانوا تسعة معايا وكنت أنا العاشر قال رحنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فسأله أحدنا قال يا رسول الله من أكيسوا الناس كما نقولوا إحنا هنا بدرجة تعنا شاكون هو الشاطر شاكون هو القافز يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكيس الناس أكثرهم ذكرى للموت أكيس الناس أكثرهم استعدادا للموت أولئك الذين ذهبوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الأكيس الذين ذهبوا بشرف الدنيا وكرم الآخرة شرف الدنيا وكرم الآخرة يقول أحد الصالحين لو أن ذكر الموت يغيب عن قلبي ساعة واحدة لفسد قلبي أنا شفت واحد المرأة في تونس مرأة يعني تونسية بلد شقيق صدقوني بالله من الأغرب ما رأيت دتني للمقبرة رحنا نزور واحد القبر احنا كنا مجموعة فإذا في القبر مكتوب في الشواهد اسمها سبحان الله قلت لدي جدهاك ولا كذا قتلي لا لا قتلي هذا قبر اللي راني موجداته قبل ما نموت كانت تزور نفسها تزور روحها سبحان الله هذه هنا وهنا هنا و هنا مش بعيدة وبالتالي احجز مقعدك و ذكر نفسك بالمحطة الأولى ذكرى الموت أنا لا أتحدث عن الفوبيا لا أتحدث عن الخوف من الموت الشديد أنا أتحدث عن الموت الذي يعظك لتحجز مقعدك احجز مقعدك السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة